السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جغسلتهم مزيان قطرتهم ونشفتهم ضروري دجاج يكون ناشف مزيان غدي ناخد واحد صينية هي نيت اللي غدي نطيب فيها غنعمل واحد لملعقة دي البابريكا او التحميرة غنعمل كذلك نصف ملعقة من الخرقوم بلدي او الكركم وغدي نعمل كذلك توم غبرة ممكن لي ما عنداش توم غبرة تعمل التوم العادي فقط انها تهرسو مزيان او لا تحكو كيكون مزيان تدير واحد جوجل الفصوص ديال التوم بعدها غدي نضيف القشرة ديال الليمون الحامض هنا عندي الليمون القشرة عفوا جافة مع ثلاثة الانواع ديال الفلفل الاسود او الابزار اللي ما عندهاش غدي تستعمل الحامض عادي تحكي القشرة دياله وتاخد منها واحد الملعقة اللي تكون صغيرة ديال القشرة ديال الليمون الحامض عملت شوية ديال سكنجبير وعملت شوية ديال دبس الرمان وهنا ملعقة من الصلصة ديال الطماطم اللي ما عنداش دبس الرمان ممكن انها تستعمل العسل ملعقة ديال العسل هنا ضفت تاني يعني الجوج ديال المعالق اللي عملت ديال ديال عفوا الطماطم صوس الطماط وغادي نزيد العاصر ديال الليمون الحامض تقريبا هنا عندي نكون ضفت واحد ثلاثة ديال معالق كبار ديال عاصر الليمون الحامض هنا بقي ليل ملح غادي نخلط هات المكوينات كلهم مع بعض وغادي نضيف الملحة كما قلت لكم مرح المكوينات جد جد بسيطة وملعقة ديال الزيت ممكن تستعملوا زيت الزيتون وممكن تستعملوا زيت العادي حسب يعني اللي موجود عندكم غادي نعمل هنا شوية ديال الملحة بالنسبة للجاج راكم شفتوني كيفاش أنا قطعتو قطعتو شرائح يعني باش أنا التتبيلة تدخل مزيئ بالنسبة لهات التتبيلة اللي بنات ممكن أنكم تعملوها الجاج هاكا صينية ممكن تعملوها جاج مقلي ممكن تعملوها في الجاج ما شوي يا سلام صدقوني راك تجيغزالة غزالة اللي دقها راك يسول على يعني المكونات والتتبيلة ديالها غادي نتبلو هنا عملت كيما قطعتو مرة جود جود الفخار جوني شوية راك كباري صفي غادي نغطع لهم وغادي نخليهم الليلة كاملة مكمولة في التلاجة بعدها بعد مما كتفوت الليلة كاملة في الوقت اللي غادي نطيبوه راها فقط كنزولو ذاك البلاستيك الغذائي كنغطيو الصينية وكندخلوها الحرارة ديال ميتين وعشرين درجة هنا بالنسبة للورق كان دائما الورق هو أصلا كيكون شوية قاسح كندوزوه تحت الماء وكان بحالها كان غسلوه كان عصروها بليد صوفوا وكان دخلوه الفران فاش كيطيب الدجاج كان عرلي وعلي وكان خليه كياخد واحد اللون هكذا مقرمش كتتقرمش لنا كيتقرمش لنا عفو لجلد ديال الدجاج وكان قدمو الطبق بصحور راح علىها واحد الدجاج اللي غزال بزف كانتمنى لفكرتنا اللي اعجاب ديالكم شكرا لكم شكرا